طبا الجميل جدا جدا اللي كانت ماما لما جالها اكتقاف في يوم قامت ملاقيتش عفش البيت يعني قامت لقيت الشقة فضل حرفيا احكي لنا بقى ايه الواقع دي و ايه القصة دي و ايه الجمال ده هو جمال فعل هتفهموا دلوقتي عس الناس هتقول جمال ايه لما قامت لقيت الشقة هتفهموا دلوقتي منها ليه انا بقول ايه الجمال ده هو كان لو في ايده بجبلها نجمة من السماء بيعمل كده حرفيا والله حتى لو ده مش في مقدرته بيسعب كل الطرق الممكنة عشان يكون في مقدرته فهو حاسة انها متضايقة كان بقالنا فترة ما جدبناش العفش وهي ما قلت لهش هنا عايز عفش جديد يعني هي ما قلتش ده بس هو عارف هي نامت قامت ملاقيتش هي كان احناينا في حالها جدا قامت لقيت البيت كله فاضي فما فهمتش قالها يلا بينا على فين هنزل نجيب عفش جديد انا حاسيت انك مكتئبة فقررت تغير لك عفش البيت كله بالضبط كده وتصرف مع نفسه يهي فانا انا ملاقيتش حاجة انا ملاقيتش افاضي هو اللي هو لو مثلا كان هياخد رأيك تقول لا طب بلاش طب نأجل هي بسيطة مش معندهاش مطالبات قال لها يلا البيت فاضي نزلنا انا وهي وهو بصد اي من لزق فيهم في كل حاجة دايما لزق معهم نزلنا لقينا بجد كل قطعة مع بعض اللي هو العفش اللي عندنا دهوقتي كله بالصفرة بالكنب بالأبجوراب بكل حاجة وده فرق في نفسية جدا 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 هو كان عارف اللي بيبسطها طب مين كان اقرب الناس لها في الوسط الفني مين اللي كانوا بيسألوا عليها دايما وهي تعبانة كانوا جنبوكو لحد دلوقتي لسه بتتواصلوا معاهم بيتواصلوا معايكو خزلوكو خزلوكو والله مش البصلة دي بتهيليني والله مش مش خزلان والله بس هلا زي ما قلت هي كان ببيتوتية جدا فما كانش ليها اصدقاء مقربين يعني بالمعنى الحرفي هي كان عندها زملاء بتعزي الناس كلها وكانت بتحب الناس كلها ما كانش عندها مش شكل مع اي حد اطلاقا انما حد مقرب بيسأل علينا بيتكلمنا لأ مفيش وده عادي ده مش فارق معانا انا وبابا ويوسف عدتنا مع بعض كده عاكنا بالدنيا فعلا يعني